أهلا بكم مجديد إثرى زيارة قام بها وزير الخارجية الإيرانية إلى تركيا قالت أنقرة وطهران إن لديهما بواعث قلق مشتركة بشأن تزايد الطابع الطائفي للحرب الأهلية الدائرة في سوريا فيما يشير إلى تحسن في العلاقات التي توترت بسبب خلافات بشأن هذا الصراع وكشف مسؤول تركي بأن إيران وتركيا وصلت إلى نقطة بأن بإمكانهم العمل معا فيما يتعلق بسوريا زيارة قصيرة إلى تركيا لكن مباحثات وزير الخارجية الإيراني محمد جوال ظريف ربما فتحت الأبواب أمام نوع من التقارب بين البلدين حيال الأزمة السورية وبع أن ظريف شارك كضيف شرف في مؤتمر حول نزع السلاح والأمن في إسطنبول إلا أن الملف السوري سرق الأضواء ويبدو أنه كان محل بحث مستفيد خلف أبواب مغلقة في مباحثات الوزير الإيراني مع الرئيس التركي عبدالله قول ورئيس الوزراء رجب طيب أردغان ونظيره التركي أحمد داود أوغلو وفي العلن أظهرت تصريحات ظريف داود أوغلو نوعا من التقارب بعد أن توترت علاقات البلدين بسبب هذا الصراع وجاء التركيز بلغة واحدة على قضية التطرف واتفق الظريف أوغلو أن لدى بلديهما بواعث قلق مشتركة بشأن تزاود الطابع الطائفي للحرب الآلية في سوريا وفصل أوغلو بأن أنقرة وطهران ستعملان معا على مكافحة مثل هذه السيناريوهات التي تهدف إلى تحويل الصراع طائفيا وبنفس الاتجاه جاء ظريف بعبارات مشابهة قائلا إن الاضطرابات الطائفية تشكل خطرا أكبر حتى من استخدام السلاح الكيميوي وشرح بأنه إذا اندلعت نيران الطائفية في الشرق الأوسط ستكون نتائج ذلك في شوارع لندن ونيويورك وروما ومدريد نوع من التقارب يبدو أنه على علاقة بشعور تركيا بالقلق من تمدد جماعات على صلة بتنظيم القاعدة مثل جبهة النصرى والدولة الإسلامية في العراق والشام داعش إلى مناطق قرب حدودها في شمال سوريا ورغم دعم أنقرة لمشاركة طهران في جينيف 2 لكن ما زالت هناك خلافات كبيرة خاصة فيما يتعلق بدور الأسد في أي حكومة انتقالية ومع ذلك وفقا لمسؤول تركي فإن إيران وتركيا وصلتا إلى نقطة تريان فيها أن بإمكانهما العمل معا فيما يتعلق بسوريا ومعنا هنا في الستوديو كاميليا انتخاب فرد الباحثة في الشارع الإيراني مرحبا بك كاميليا إلى هذه النشرة بداية ما هي أبرز نقاط التقارب الإيرانية التركية وفي صالح من تنصب هذا أو هذا التقارب هل في صالح المعارضة من النظام إيران وتركيا ذلتان جارتان وطبيعيا فالدول المجاورة يجب أن تكون بينهما عراقات جيدة فقد تعقلت هذه العلاقات في زمن أحمد نجاد وسبب أيت الله خميني ودعم سياسات بشار الأسد في سوريا وحزب الله وغيرها مرة أخرى بعد أن نشاهد هذا الجاران يخترب من بعضهم البعض فهذا الشيء منطقي ومفيد وأولا الحكومة الإيرانية يجب أن تتخلص من كل تلك الصعوبات والعواق فيما يخص البرنامج النووي وكان مرتبطا بالعديد من المشاكل مثل سوريا ومشاكل مع حزب الله ومسائل أخرى إقليمية ومن أجل تحقيق النتائج الجيدة مع المجتمع الدولي فأولا إيران يجب أن تحسن علاقاتها مع الجيران قليلا وبالإضافة إلى العمل مع المسائل الأخرى مثل سوريا كما ذكرتم العنف الطائفي بالتأكيد اندلع في سوريا منذ سنتين وإذا ما بادرت إيران للعمل مع الدول الأخرى لإنهاء هذه الحرب فتسنت لهم الفرص من قبل فهذا يخص صناعة السياسات وتبنيها للسياسات الجديدة في المنطقة بالإضافة إلى تقديم الصورة الأفضل أمام الدول المجاورة نعم تم التركيز على نقطة مكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا وكان هناك توافق إيراني تركي على القضاء على هذه الجماعات برأيك كون إيران مدانة ومتهمة بدعم بعض من ميليشيات سواء عسكريا أو ماليا هل قدمت ضمنات إيران لانسحابها أو التوقف عن عدم دعم هذه الجماعات نتذكر قبل بضعة أيام ظريف حالما وصل إلى جنوب أفريقيا قال بأن إيران ليس لديها أي ميليشيات في سوريا ولا يتدخلون في هذا الصراع بالتأكيد هناك فيديوهات انتشرت في كافة ترجاء العالم حول الميليشيات الإيرانية وكان لديها بعض العمليات في سوريا ويجب أن نوضح الأمر بهذا الشكل هناك عدة صناع سياسات في سوريا منعزلون عن الحكومة ويرغبون بزيادة الوقود في العنف الطائفي ويتدخلون في حرب سوريا الداخلية ويجب أن نقول أنه بعد أن أصبح روحاني رئيسا ومع الدعم الإمام العظم فطلب من تلك المجموعات والحرس الثوري بالعودة إلى الوراء ورجوع إلى إيران ويقولون لنتدخل في الوضع في سوريا ولكن كما قلت فمن المهم جدا لإيران أن تدفع بالمفاوضات مع الولايات المتحدة ومجموعة الخمسة زاد واحد إلى الوصول إلى نقاط إيجابية أما الوضع في سوريا فهو مهم جدا للقوى الأجنبية العاملة مع جنيب أثنين لوصول إلى حل سلمي إيران وتركيا أو عادتهم إلى الوراء وعادوا ليكونوا حلفاء بتأكيد خطوة مهمة جدا وإذا ما توقفت إيران عن تسليح قوى المعارضة وفي نفس الوقت إيران تتوقف عن تسليح بشار الأسد أو الداعمين له فربما يصلون إلى أرض مشتركة والاتفاق وربما يقود إلى محادثات جنيب أثنين وربما يقود إلى دعوة إيران بشكل رسمي لهذه الوريجيب أثنين ويجب أن يكون هذا التعاون بين تركيا وإيران بشكل إيجابي ابقي معنا كامل سنتحول إلى تقرير ومن ثم نعاود لك أيضا للتعليق على هذا التقرير شكرا لك